خلاف المذاهب من قوله إلى آخر بناء على الاختلاف المسال الاجتهادي وهذا يسير بحمد الله عز وجل لكن هنا ننبه أن بعض العلماء حكى اتفاقا بأن العامة ليس له مذهب ليس له مذهب معين بشدد بعضهم بأن هذا يعني خلل في توحيد الربوبية لله عز وجل وتوحيد اللوهية قل خلل وليس كفرا أو شركا لا ينصب شخصا معين ويذهبا معين يطيعه في كل شيء ولهذا قال العلماء بالنسبة للعالم القادر على نظر والاستدلال ينظر ويستدل أينما كان الحق الذي يراه أرجح يأخذه من أي مذهب والعامي يسأل من يليه من العلماء الثقات من أي مذهب من مذهب الأربعة الذي يليه في جواره قريبا منه عنده وسائل اتصال معه فقالوا بأن العامي ليس له مذهب وهذا الصحيح ولهذا الدول يقول السعودية فيها حنبري والمغرب فيها مال هذا صحيح الدول تتخذ في مجال المفتين مثلا ضبطا للفتوى وتتخذ في مجال القضاء ضبطا للعمل القضائي ونحو ذلك وضبطا لمشهد العام في المنكرات والمحرمات وغير المحرمات وغيرها هذا يلتزم فيه بمذهب في كثير من الدول على مرة تاريخ الإسلامي لكن هذا لا علاقة لي أنا كرجل عامي أو رجل منه بموضوع اختيار الدولة فلذلك نقول ينظر إلى ما يراه الصحيح العالم المجتهد وبالنسبة للشخص غير المتخصص الأقرى كما اختار ابن عبدالبر وكذلك ابن القيم وابن تيمية وابن الوزير المرتضى اليمين رحمه الله تعالى بأن الأصل هو النظر والاستدلال حتى عند غير المتخصص إذا كان بين عالمين كل منهما أهل للفتوى لكن أيهما تختار إن كانت الأدلة القريبة والنظر السريع لهذه الأدلة يؤدي بك إلى أن هذا هو الأقرب إلى الحق من القول الآخر اعتمدت على ذلك وإن عجزت قلدت أمثلهما في دينه وعلمه هذا هو العمل تجاه الاختلاف المذهب والله ترجمة نانسي قنقر